اشتركوا في القناة في المرحلة الاعدادية ناجح دراسيا لكن لم تكن ناجح سياسيا نعم تعليقك اريد ان انضي بالسياسة بالطريقة التي انا اقتنع فيها وليس بالقوانين السياسية التي تحكم الواقع ولذلك اختطيت لنفسي نهج سياسي حافظت فيه على ما انا اؤمن به وخالفت الاوضاع السياسية اللي جيت فيها فبالتالي مضيت في طريقي وانا الان انا مقتنع تماما اني طلعت في خلال هاي العشر سنين والله الحمد اهم شيء من التقي في الطريق وفي الشارع وفي المطار بالناس يقولون انت سويت شيء ايجابي انه هذا بالنسبة لي اهم شيء اما تدري بالنسبة لالعلام وتقييمكم الاعلامي وتقييم الاخر سياسيين فكل واحد هو حر في ان يعمل الطريقة اللي يمشي فيها الدين والسياسة نقيضان لا بالعكس الدين والسياسة متكاملان واني اعتبر السياسة فرع من الدين وايضا هو الدين امر الهي اراد بي الله سبحانه وتعالى ان يمشي البشر بسياسة في الارض معتدلة ومتفاهمة وحكيمة هاي المسألة لكن السياسيين سووا العكس السياسيين سووا العكس ولذلك انا يعني جيت الى تيار الوطنية تدينا وهذا فهم للدين انه البشر يعيش بعدل وانصاف ومنقل ظلم توزيع الموارد بشكل منصف وعادل ويكون هناك تفاهم بين الناس من اجل ان يعيشون ليش لانه اصل الدين هو ان يكون الانسان في الارض خليفة وخليفة معناه يبنو يعمر ويصنع ويطير ويمشي بالبحر تعتقد ويمهد هذا العمل الصالح الاخر هذا هو اصل الدين حسب القرآن الكريم اما من يصير عبارة عن منافسة وحروب وكذا فدين براء من هذا تعتقد انه كنت خليفة أنا في النص القرآني انه كل انسان يكون خليفة الله في الارض ان يعمر فالذلك قلت لك في بداية الكلام اختطيت لنفسي النهج استقيته من فهمي للقرآن الكريم وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وحاديثه والصحابة وآل البيت والارث الاسلامي والنهج هذا انا مقتنع فيه انه الانسان يعمر في اي مكان يكون فيه ولذلك تاريخ حياتي المدني يعني والوظيفي والسياسي المكانات اللي مريت فيها تركت انطباع ايجابي وهذا بالنسبة الي ان شاء الله احاول ان اترجم كلمة الخليفة اللي امرنا الله تعالى بها طيب مسيرة سياسية متناقضة من حزب اسلامي الى كتلة تؤمن بفصل الدين عن السياسة الحقيقة قلت لك هذا التناقض جنابك الكريم اعتبرته تناقض حزب اسلامي معناه السياسة والدين وكذا وشيء متصل الى كتلة تؤمن بفصل الدين عن السياسة هذا تفسيرك الكريم وتفسير الوضع الاجتماعي العام والوضع السياسي العام وتعارف الناس على هذا الموضوع لكن حقيقة الامر اللي انا افهمها واللي اتصورها هي الصحيح انه الدين والسياسة وجهان لعملة واحدة هي ارادة الخير للانسان فيقوم حزب على مبدأ معين تحرير العمال اخذ حقوق الفلاحين انصاف الشعوب تحرير الشعوب من القوى القاهرة هاي مبادئ قامت عليها احزاب ونحن نسميها احزاب سياسية تصل للسلطة لتحرير هذه المسألة اصل الدين هو نفس هذا الامر الدين ايضا تحرير البشر من سلطة البشر عليهم الى سلطة الله سبحانه وتعالى في سلطة الله تكون على الجميع وبالتالي الجميع الجميع يكون سواسية امام الله الخالق سبحانه فبالتالي ما يكون واحد يقهر واحد على اساس هو ملك والاخر تابع وعلى اساس هذا حاكم والاخر محكم فهذه هي فلسفة الدين الكور يعني اللب في فلسفة الدين فبالتالي لا يوجد هناك تلاقض أنا أرى نفسي ماشي في طريق واحد لم يتغير منذ 68 سنة 1968 تاريخ انتمائي لحركة الإخوان المسلمين في العراق إلى الآن طريقي هو واحد وفهم واحد إسعاد الناس العمل الخير طاعة الله سبحانه وتعالى في أن يعمل خير للبشر لكن حزبك سور عكس أي حزب الحزب الإسلامي نتحدث سابقا يعني أسألهم يعني أنا لست في صدد أنتقد أي فئة من الفئات السياسية اللي أنا كنت فيها ولا أشرحها كما يقول السياسيون وإنما أنا خلاص اختطيت خطة أعتقدها هي الأرجح رأسيلك عن السبب لكن اللي ما أستمن عندك لازلت متأثر أو تحمل أفكار الحزب الإسلامي أو الإخوان المسلمين الحقيقة الحزب الإسلامي هو برعم من برعم حركة الإخوان المسلمين حركة الإخوان المسلمين هي أساسا عبارة عن طريقة لفهم الدين الإسلامي ما يناسب قرن العشرين وكان هناك قوالب إسلامية تراكمت على المفاهيم الإسلامية خلال القرون الأخيرة فجدت حركة الإخوان المسلمين هي فهم للإسلام فيما يناسب التحديث والحداثة اللي مر بها القرن العشرين والصناعة وهذه المسائل فهي على أساس القرآن الكريم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضا الله عليهم وآل البيت وكل السلف الصالح فأنا آمنت بهذا النهج وشفت أنه هو يسعد البشرية كما كان جاء به الإمام شهيد حسن البنة رحمة الله عليه لكن في الحقيقة القادة اللي تتابعوا يعني بعد استشهاد حسن البنة يعني هسا لا أريد أن أسمي ولكن انتهوا إلى ما يحدث الآن في مصر دكتور وجهة نظر كل الفكرة اللي تتحدث به الآن دكتور عيد علاوي عدى علم بي متناقش معا بهذا الجانب طبعا أحنا الحقيقة التقينا أنا التقيت ويا دكتور عيد علاوي على فكرة خدمة الشعب العراقي بصدق وعلى فكرة امتزاج الشعب العراقي وعدم وإزالة الفوارق اللي صارت أصطناعيا يعني بين الشيعة والسنة وكرد وعرب وتركومان وأطاء كل ذي حقا وإزدين ومسيحيين وصابئة وأطاء كل ذي حقا حقه وأنا أعتبر هذه المسألة هي أساس الدين الإسلامي أن الدين الإسلام يعطي الحقوق لكل البشر مهما كانوا هو إنسان خلقه الله إلا حق الوجود وإلا حق حقوقا تأخر فأنا ملتقي ويا دكتور عيد علاوي بهذه النقطة ونعمل عليها كل بالآلية اللي هو ماشي عليها دكتور عيد علاوي تدري هو بعثي سابق والفلسفة البعث هي بعث الأمة العربية قريبة من فكر الحزب الإسلامي فكرة للأخوان المسلمين هو بعث الأمة الإسلامية أحنا سملتقين في أنه العراق عربي إسلامي فلا مانع من أني ألتق به هو كبعث سابق لكن العراق فيه شيء أوسع من ذلك العراق فيه الكرد فيه التركومان وفيه المسيحيين وفيه الصابعة وفيه المذاهب فأحنا نذوب كل هذه المسألة في بوتقى عامة وهي الأشتراك اللي أنا مشترك ويا الدكتور وجيت على أساسه أن نكون أحنا جادين في هذا الأمر وكل واحد من عندنا مسؤول عن نفسه أمام الله تعالى لأنه أنت تقول لي فكر حزب الإسلامي أنا أقول لك هو مو المهم فكر حزب الإسلام ومهم الله سبحانه وتعالى فمن راح نموت كل واحد ينزل إلى القبر فالملائكة تطلع إلى دكتوري عاد ألاوي يقول له ما فعلت ما فعلت تطلع إلى جنابك الكريم تحدث عن مزاج سياسي مشترك نعم كنت قارب برؤى وأفكار وبمزاج سياسي تمام يمكن رؤيتك وأفكارك من خلال ما لمستها الآن نعم تختلف يعني عن رؤية وأفكار ومزاج الدكتوري عاد ألاوي عفوا المزاج الشخصي والدقائق والتفاصيل نحن مشتركين ويا دكتوري عاد ألاوي أنه كل واحد حرف التعبير عن أفكاره وما يقيد الآخر هذا الموضوع هو في الحقيقة مبدأ إسلامي قرآني لا إكراه في الدين قد تبين الرشن من الغي فإكراه إجبار إقناع بالقوة في الدين ما موجود أكو سماحة وقناعة ذاتية فالقناعة الذاتية العامة هو أن نحب العراق أن نحب شعبنا العراقي أن نحب أنه ذول شعبنا العراقي آن الأمرين في الفترة التاريخ الحديث أن يأخذ حقه في الحياة حقه من أرض اللي يخلق عليها وأن يدعيشون فيما بيناتهم كما كانوا في بداية الدولة العراقية الإشكاليات اللي حدثت هي كلها حدثت بسبب ظلم لفئة معينة أو قومية معينة أو طائفة معينة هذا الظلم يجب أن يزال أحنا نقول على ضوء الدستور على ضوء ما نتفق عليه وهي بالمسائل كلها ترجع الحقيقة إلى أحقاق الحق اللي هو الحق هو الله سبحانه وتعالى بماذا تصندف نفسك الآن؟ عراقي مواطن عراقي يعمل على الحفاظ على شعبه وأهله ويعمل على أن يتقدم العراق ويستفيد شعبه من كل الموارد اللي الله سبحانه وتعالى جعلها في العراق قدرا إسلامي أم لبرالي الآن؟ هاي تعابير أنت تريد تقييدني بيها أنا هذا توجهي شخص أريد أن أصلح الوضع اللي موجود في العراق على ضوء تفاهم بين مشتركات موجودة الحاليا الآن بين كل الفئات المتنازعة لأنني جالست كل الفئات المتنازعة وأني قديم بالسياسة يعني أنا صديقي إلى حزب الدعوة من سنة ثمانين وليس الآن وكذلك أنا ويا البعثيين يعني مو معاديهم فكريا بالمعنى لأنه أنا حكم علي أعدام بعدين صوواه مؤبد وبعدين طلعت بالعفو فبعد ذلك بقيت أخذهم بالعراق ما تركت العراق وصلت إلى درجة أنه أعالج مسؤولين البعثيين الكبار أعالجهم يعني في مسألة حياتهم قضية إنسانية بثل العسيان كامل فخمس فعني يعني ماضي في شيء لا أتصور أنه هناك تغيير في البوصلة بالنسبة لي اللي خلانا أسئلك وأركز على هذا الموضوع نعم كتلتك السياسية اليوم اللي منتمي إليها حضرتك نعم تشير بأكثر لأن الإسلام السياسي هو سبب دمار البلد نعم هو المعنعكس من آليات مارسها اللي مارسة الأحزاب الإسلامية الحقيقة أذى الشعب العراقي وأذى البلد وأذى الشرق الأوسط بشكل عام وأنا يعني أكمل كلامي اللي بديته في بداية البرنامج أنه قلت لك أنه مبادئ حسن البندر رحمة الله عليه يعني أحنا عملنا بها أنه هي إصلاحية وكما هي من غير تأويل ولا تعطيل بالتالي وجدت نفسي يعني أتصل بساحة رابعة العدوية في أثناء الاحتجاجات وأتكلموا ويأتي القيادات اللي موجودة هناك ويقولهم أنت خطأ ويجب أن تتنازلون إلى حمدين صباحي أو أحمد شفيق وتتعاونون إياهم رغم أنه كونهم ألمانيين من أجل مصر من أجل الشعب المصري وماكو دعي لأسلمة المجتمع بالقوة لأنه شعب المصري نص 51% وياكم لكن 49% يعني معناه 40 مليون يعني هاي لازم يحسب لهم حساب فإسلاميا يجب أن يكون هناك تفاهم ولا تستعجلون الأسلمة وحتى أنا تقول لي أنت علاقة بكوية دكتور أدعلاوي أنا صار عندنا فكرة آني ودكتور أدعلاوي أن نسافر إلى مرسي ونتكلم معها ونحاشي كأننا أحنا قادة عراقيين وأخوة إلى في العروبة العروبة والإسلام فاتفقنا وأنا اتصلت بالقادة المصريين يعني في وقتها وكدنا أن نسوي يعني زيارة في وقتها نعم كان هو في السلطة فهذا هو التوجه يعني لا يعني أننا أنت تشوف فتي غريب عن المجتمع العراقي أنه واحد تاريخه أنه قيادي في الأخوان المسلمين وقيادي في الحزب الإسلامي ولا يزال يؤمن بنفس المبادئ يجد نفسه في وسط تيار الوطني أنا أشوف هي الحالة الطبيعية لا تؤمن بأسلامة المجتمع لا إكراها في الدين قد تبين الرشد من الغي يعني للأمانة الطبيب الشخصي ما الإمام جعفر الصادق مسيحي ويعني كان التولية معايير التولية للدولة الإسلامية تعتمد على الكفاءة وخدمة الناس اللي هو المبدأ الإسلامي فبالتالي الإنسان يقاس على كفاءته وخدمته للناس وللمجتمع وليس انتماءة وولاءة لجهة معينة هذه أو تلك فبالتالي يعني هذا هو الجواب خروجك من الحزب الإسلامي بماذا يفسر؟ بماذا يفسر يعني كنت مثلا على خطأ والآن على صواب؟ أنا في الحقيقة يعني خروجي من الحزب الإسلامي صار كالتالي أنه صارت انتخابات احنا كل مرة يصير انتخابات حزبية وترتفع القيادة من القواعد فالانتخابات الأخيرة يعني أنا في المرحلة الأولى أخذت أغلبية ساحقة فارتفعت إلى المرحلة الثانية اللي هي تصير القيادة أخذت تحت الصفر فكان هناك أهراء انتخابات حزبية تتحدث حضرتك داخل الحزب فمن أخرجت وأقصيت قلت خلص أنا أحترم قمت ألقيت كلمة قلت أحترم رأيكم لكن راح تواجهون مصاعب راح تواجهون احتحديات خطيرة دير باركم يعني مو هاي الطريقة في علاجها وسلام عليكم فورا 48 ساعة أرسلوا عليه قالوا تعال أنت تنتخب بالقيادة بدون بتعيين اللي تأرفض أن أصير في القيادة بتعيين لو أطلع بالانتخابات لو ما أصير والحد الآن وصار تقريبا 6 سنين 8 سنين ما رجعت ممكن ترجع ممكن تكون أكو عودة إلى الحزب الإسلامي الحقيقة هي مو قضية عودة للحزب تكفكر أوكي احنا لازم يصير شوف آن بالنسبة لي يعني مسألة انتماء الحزب من عدمها هي مسألة ثانية المهم المبدأ فالمبدأ إذا مشى باتجاه جمع الناس عبور الطائفية عبور العرقية جمع الناس على مبدأ الإسلام اللي هو يشمل البشرية كلها ويسع كل العراقيين بما فيهم بكل الطائف الموجودة المسيحيين والصابئة والازيديين يسعهم كل واحد ياخذ حقه وياخذ وضعيته ويحترم في ذاتيته وأرشيفه ويتعايش مع الآخرين فإذا كان هذا المبدأ ليس قضية ترجع للحزب وإنما قضية إيجاد فكر وإيجاد وضعية تمضي في هذا المبدأ طيب أتينا من هذا الجانب الجانب الآخر التناقض الآخر اللي شفته عد حضرتك يمكن نعم فرضة الواقع وهو تعليم الآخرين تعليم الآخرين يعني ليس تعليم بأن أقف وأقول لهم أفعل كذا وإنما الشرح والتفهيم بوسائل أخرى الآخرين فلذلك في خلال دراستي من كنت طالب بالمتوسطة والإعدادية أتذكر دائما كنت أحل أسئلة كثيرة بالبيت أنا أحلها أكثر من الواجب المقرر ثاني يوم أجي أقول لهم تعالوا هاي أسئلة قاف تجي شو اسمها فأخلي أعلمكم ياها فأشرحها للطلاب خارج الدرس يعني هكذا فبالتالي يعني أخذت سموعتي بين الطلبة أنه يعني أعلمهم وأحيانا يعني الطلبة مني يجاوبون يأخذون درجات أعلى مني بسبب أنه عرفه بالطريقة قد أنا يكون غلطته في غير سؤال بس هذا كان بالنسبة اللي أحس بي في سعادة في داخل نفسي فمن مضيت في الكلية الطبية أيضا كان الكلية الطبية فيها درس التشريح تعرفوا هاي التشريح الجسم الإنساني فأنا أخذت موضع يسموه دي سكتر يعني اللي يشرح لأننا 30 واحد مو كلهم يشرحون واحد يشرح يشرح للآخرين فأنا كنت من الناس اللي يشرحون وأشرح للآخرين هذا يطلب منك أن تتعب أكثر أن يعني تقرأ أكثر حتى أنت تكون مسؤول عن شرح وبعدين رح تخدم الناس أكثر وتتأخر بعض الدوام أكثر كلهم كانوا ما يحبون هذا لأنهم يريدون بسهولة يأخذون ويأخذون درجة أنا كنت كلش أتفاعل بهذا فمن غيرت بعدين في المهنة شفت أنه هاي الصفة يعني بالنسبة لي صرت بعدين اختصاص أمراض دم وبعدين في طب نقل دم أنت اختصاصي الدقيق فكنت أدرس التجارب مالتي وبحوث إلى الطلبة وكنت درس قسم الباثولوجي في كلية الطب ساعتك اللي تشعر بيها أيام الدراسة شعرت بيها بتعينك رئيس الجنة بنائب رئيس اللجنة طبعا هي كانت قمة السعادة أنه صرت رئيس لجنة باللعكس مبدافة ما قلت لك أنا هي ذبتي هاي فعملت على أنه أسعد كل الأساتذة الأكاديميين وأسعد كل المعلمين والمدرسين وأسعد الطلبة الطلبة فالهاية أنت عكسة هاي السعادة يعني ليست على يعني مجرد سعادة كلامية أننا عكسة على شكل قوانين يمكن حضرتك مطلع عليها نعم أو تريد نستعرضها الآن طيب دكتور خلينا نروح الفاصل بعدها رح نرجع نتحدث عن مدى قناعتك بمشروع اتلاف الوطنية وشي يخليك تختار مثلا اتلاف الوطنية مشاهدينا فاصل قصير ومثلما نعود تفضلوا بالبقاء معنا موسيقى ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر المترجم للقناة 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 هذا هي أهمية هو هذا الأرضة واضحة نعم يعني المصالحة مع من؟ نتحدث مع نعم إذا قضايا معينة ممكن أن تحرم الحقيقة قلت لك لم لمت الشتات الموجودة في الشعب العراقي لا هو بالمجتمع السياسي أكثر من المجتمع ماك خالف الحقيقة أستاذ الفاضل والأخ المستمع والمشاهد الكريم لقناة المدى 95% يمكن إلى 98% من الشعب العراقي الناس مستقلين لا ينتمن إلى حزاب والكيانات الحزبية التي تظهر بالإعلام ومنها قناة المدى والآخرين نسبتهم بالنسبة للشعب العراقي يعني بالزايد ما أعرف أنت أنطيهم فدرقهم فأحنا ذوي 95% 98% الناس مستقلين قاعدين بيوت يدعيشون يتخرجون يسوون أجراءات وربون أولادهم يسوون بحوث يجرعون يصنعون يسافرون يدرسون هاي هاي هي المسألة فأحنا من نجي نقول فلان حزب مختلف فلان حزب وشقد عدد هذا الحزب من تمين إلى بالنسبة للشعب العراقي فهي الحقيقة والناس يقولون والله خلي تصارحون الأحزاب احنا على خير وهاي صحيح فبالتالي احنا نشيل الأحزاب ونجيب أفراد شعب العراقي ولملمهم وقولهم يا بتاع بذلك احنا التوجه الوطني أقرب ما يكون إلى هذا لأنه عابر السنة إلى الشيعة عابر الإسلام إلى المسيحين عابر العرب إلى الكرد والتركومان عابر الديان السماوية إلى كل الأفكار العلمانية فبالتالي انتهاء الوطني هذا هو في تقديم معادلة الحل للتفاهم واضح فأصور جاوبتك بوضوح يعني واضح لا لا الآن واضح أين ائتلاف الوطنية من ما يجري في المحافظات السنية احنا طبعا كل ظلم يجب أن نقف عليه ويعني نمنعه وأن نعمل على إزالة الظلم من المبادئ الأساسية الإنسانية عدى على أنه مبادئ الدينية ومبادئ السماوية كما يقولون فبالتالي هذا الظلم الذي صار وهذا الوضع الذي صار احنا واقفين الموقف المعروف أنه احنا نرفض التدخل الخارجي نرفض أولا الفكر التطرفي الإرهابي اللي يعني يتعامل مع الناس على هذه القواعد اللي هي غريبة ولم يعرفها يعني تاريخ الإسلام وتاريخ الأديام بشكل عام فثانيا القوى اللي أدت إلى دفع هذا الفكر والقوى اللي أدت إلى بسوء تصرفها إلى أن يبرز هذا الوضع والقوى اللي أيضا بأخطائها السياسية أو العسكرية أو المتعمدة اللي أدت مكون معين من الشعب العراقي تحديدا محاولة للتغيير العرقي والتغيير الديمغرافية العراق اللي هي صار لها يعني ليست قرون وإنما صارها آلاف السنين دكتور فبالتالي بالتالي احنا موقف الوطنية هو موقف طبعا رجع الحقوق والدعم وإزالة الإرهاب وجمع الناس لمقاومة الإرهاب تحت ثقف العراق وليس تحت ثقف جزئي وتفهم ما أقول يعني أن يكون حشد عراقي بس مقاد ليس من جهات دينية ولا جهات خارجية ولا ناس أجانب عن العراق يكون مقاد حقيقة وليس شكلا حقيقة من قادة الجيش العراق الرسمي فأحنا هذا توجهنا ولذلك احنا نقول هسا ما نسوي حشد شعبي ونحرر بالمناطق يعني نشوف الخسائر البشرية اللي صارت في التكريد وما صار في الأنبار وما الآن ينون عمله في الموصل احنا حقيقة نقول هاي ليست هي الطريقة الحقيقية الصحيحة أولا تشكيل الجيش احنا نؤمن بأن إعادة الخدمة الإلزامية تخلي الجيش تكون من كل العراقيين لي يمثل جهة معينة وبالتالي تكون سلوكياته مثل ما أنت تسمع يعني قريب من السيطرات العسكرية تحدث كوارث ومسائل وكذا فهذا هو توجه الوطنية وندعو احنا إلى أن يكون الجيش العراقي هو قائد العمليات والعراقيين كلهم يخضعون لهذه القيادة حقيقة ويكون جيش ممثل لهم ولذلك أفراد وضباط الجيش العراقي السابق اللي هم خبراء في المعارك على مدى عشرات السنين من الخطأ أن يكونون مزوين على صفحة ويجون شباب بعاطفة وهوسة يمكن واحدهم جد فيوقع من الأشياء للرشياش يقاوم داعش المدربة تدريب ما يوازي الجيش العالمية ما يوازي لكل فعل نرده فعل يساويه في المقدار ويعاكسه في الاحتجاه الله يرحمه لكن إسحاق نيوتن قال هاي القايدة رحمة الله على روحها احنا تدريب عالي أسلحة لازم نواجهها تدريب مقابل حتى نوصل إلى الانتيجة وإلا النتائج اللي صارت أنت عرف بها وشعب العراق يعني واضح شون تريد اليوم دكتور تدور مصالحة وطنية وتريد ترجع لضباط الجيش العراق السابق اللي هما اليوم يقاتلون مع داعش رح أدخل وياك يعني شوية كلمة أعمق نفس هذا السؤال كنت ألقي محاضرة في الدوحة في قطر أمام ساسف الشرق الأوسط وفي مرأة الجزيرة يعني كان نقل مباشر نعم وكنت آني وميلادي نوف مسؤول الممتحدة في العراق نلقي المحاضرة فسؤلت نفس هذا السؤال فقلت أن الوضعية هي كالتالي ضباط الجيش العراقي من 2003 إلى الآن بتهمت أنه بعثيين وأنه مجرمين وأنه مواليين لصدام وأنه جيش صدامي فكلهم مقصين لا انتباه لكونهم عراقيين عوائلهم هم مهمشين دقهم الفقر دقهم الجوع فأي واحد يأشر لهم بالأموال يعني الضرورة هكذا داعش عنده موارد عنده نفط عنده زراعة الحنطة يبيعها النفط أثر عليه فينطي كل واحد كذا دولار فأحنا لذلك احنا ندخل منافسين لداعش في جلب هؤلاء إلى الجهة أن نمطيهم حقا هم ما يقولون بس رجعونا تقاعدنا واحترامنا وأحنا قد نكون يعني متقاعدين قد نكون مستشارين خبرتنا كلها نوجهها بس يكون حالنا حال زملائنا اللي هم نفس الرتبة ويمكن أقر رتبة الآن هم أيضا نفس الرتبة الحزبية من ناحية حزب البعث العربي الاشتراكي هم الآن قادة في الجيش العراقي ونفس الشي عضو شعبه فلان وفلان عضو شعبه وهذا مدمور لا بيت لا كذا وعليه لقى قفض وهذا حاليا أمر ناهي يملك مليارات ليش؟ يعني معروفة المسألة فالتوازن في هذا يجعل أن نجذب هذولا إلى صف الوطني الحقيقي أن نطيهم احترامهم فهذه مسألة نحن لازم نكون شجعان في طرحها وأنا طرحتها في الدوحة فللنكتة قام سفير مصر في قطر قال دكتور ممكن بالله تسجلني ويا داعش لأنه يطونهيك رواتب ضخمة أنا أسجل وياهم يعني هذه هي الحقيقة لن نهرب من الحقيقة أو نخاف منها وما نقولها أمام الناس حتى نعمل العمل الصحيح أو الاتجاه الصحيح ذكرت حزب البعث العربي الاشتراكي نعم هذا حزب يعني موجود قديم خلينا نزيله بالضبط نعم طبع حزب البعث العربي الاشتراكي عمله الآن انسجنت في وقته وكنت معارض إليه يعني في وقته لمن كان هو حاكم وبوقت كان معظم هسة اللي هم قادة هم كانوا موجودين في الحزب كسلطة بينما أنا كنت كسجين في أبو غريب الآن دا أتكلم فأنا أتكلم بفكر حر يعني مع عودة حزب البعث للعمل السياسي شوف نرجع إلى ما قدمت لك يا في بداية الكلام قلت لي على الحزب الإسلامي وأنتو يعني الجيل الشباب هسة أتصور يعني لا تسمح لي يا خانط طبعا كاني انظلمتوا بأنه بعض الحقائق غلفت عليكم لسا انت شو تقول لي كيف؟ بس قالتني ترجع إلى حزب الإسلامي أو ما ترجع كأنما حزب الإسلامي فد كيان فد شيء عنده أقول لك على الفكر والأفكار قلت لي ترجع إذا يصير يرهم قلت لي مو مهم أن أرجع إلى شيء اسم حزب الإسلامي أو كذا وإنما أرجع إلى أفكار حق وتنصف الآخرين والعدالة أحنا نكون ويا هذه المسألة وهذا التيار بأي اسم والدليل أنا أسف الوطنية وكذلك نفسها حزب البعث فكرة من الأفكار السياسية الممارسات اللي صارت يأخذ كل شخص كان في الحزب واستغل في وقته الحكم يعني ضمنهم الطاقم الحكم وأذوا الناس وذبحوهم وكذا وكذا وعدموهم يحاسبون قضائيا وبالتالي قضاء العراقي يخلي هذه جراء ضد الإنسانية أما أنت كذا مليون انتموا لهذا الحزب بسبب أو بآخر ما يروح نروح دراسات عليا إلا ما يكون يعني منتمي الحزب ما يحصل وظيفة ما يروح بالجيش العراقي إذا طلع تبين أنه في الجيش العراقي هو تنظيمة غير تنظيم حزب البعث وحكمه عدام أنا من اللي زموني كنت ملازم أول احتياط دورة ثلاثين ضباط احتياط ثبت انتمائي إلى تنظيم غير حزب البعث مواجه حكومة حكم الإعدام فهذه عوامل خلت الناس يروحون نحن لازم نكون حقيقيين في أنه نفهم حقيقة الموقف الإنساني حتى نكون إنسانية حقيقة بالضبط بالتالي نحن اليوم نعمل على الطبقة السياسية باستيعاب كل فئات وكل العراقين اليوم يعني بغض النظر عن انتماءاتهم أريد أسألك عن تقييمك لحكومة الدكتور حدر العبادي أحنا أهيدناها وانتخبنا وصوتنا عليه وخلينا برنامج شياسي ويعني المفروض برنامج شياسي كما يقول المثل العراقي أو مثل العام وعد الحر الدين فأحنا نطالب تطبيق برنامج شياسي حقيقة وبمصداقية وهناك فترة زمنية يعني لا يمكن يعني أن تأخذ المسألة منحة اتفاقية أربيل وما وقع عليها وما تمفذ لمدة أربع سنوات اليوم عندنا وثيقة اتفاق سياسي ايه اتفاقية سياسية على الضوة قامت حكومة هذه الحكومة الحالية دعمكم لحكومة الدكتور حيدر العبادي مبرر؟ ما فهمت هذا السؤال شنو مبرر؟ نحن ندعمين كون هذا وضع سياسي اتفاقنا عليه فأكو برنامج سياسي يجب أن يتنفذ ونراقب التنفيذ من خلال وجودنا في البرلمان وفي الوضع السياسي ومن خلال رئاسة الجمهورية ونطالب بالتنفيذ وأيضا هناك تدري يعني تايم لمت يعني هناك فترات زمنية يعني لا يمكن أن تكون المسألة مفتوحة هكذا كيف يعني هناك ثقوف زمنية لتطبيق وطيقة الاتفاق السياسي؟ لا يعني لأنه هناك تغيرات كثيرة مفاجئة وداعش تتأخر تتقدم وكذا وبالتالي إذا ماكو تطبيق لازم نفكر في شارة حل ما هو الحل؟ نكتور عباقرة السياسة وانا رجال طبيب وجاء للسياسة خطار وانت قلت أنت سياسي لم تنجح فمشون طالبني في الماء والحال؟ لا يعني ما قلت ليش معقدة ليسأل عباقرة السياسة الموجودين في العراق ما قلت لك الرأي الأخر ما قلت لك هذا مرأي ولو خلي وقل لهم اللي ينقلون فواحد سياسي مثل الله يتجيب على ثلاث أسواح سياسي بمستوى عفيع عميق يمكن تسأله المشكلة عميقة متجذرة بالمجتمع وطبقة سياسية الحل بعيد كل البعد على كلهم يعني بهذا يعني عندي جواب في قلبي سأقول لك عم نخلي أسئلة من الهيماتولوجي مرات أسواح صعب كلش فخلي لهنت يعني تلميح فأساعد الطالب الإجابة يعني فأعطيك تلميح طيب أقول الحل الحل لازم يكون عملي فأني دا أعمل على حل عملي نعم طيب يعني نجاوب دبل المؤسسة لكن خلص أنا رح أكتف على كل ما هذا يعني كمراقب نعم بماذا تفسر انتقاد العبادي لدور طهران في زيارة الأخيرة لواشنطن متأخر متأخر العراق قادر على الاستغناء عن الدور الإيراني إذا توحدت كلمة الشعب العراقي والسياسي الذين يمثلوه نعم قادر نعم دلالات هذا الانتقاد وهل واشنطن حقا نجحت في كسب العبادي؟ لأننا تحدث مثلا عن سيناريو لسيد المالكي كان غير موفق مثلا بيجاد توازن في العلاقة ما بين طهران وواشنطن وواشنطن كان يميل مثلا إلى طهران أكثر قلق واشنطن من هذا التصرف ومن تصرفات المالكي اليوم العبادي على العكس كيف تفسر؟ شون تفسرها كمراقب؟ انت مت قبل تقول لك سياسي يعني أنا أفسر سلوكيات العبادي اتجاه من؟ اتجاه طهران على كل شوف الوضع العراقي ما ينفك وما ينفصل عن الوضع الدولي وخاصة أيضا عن الوضع الاقليمي بالضبط نعم فأنت يعني من غير الصحيح أن تقول السياسة العراقية والسياسين العراقيين وكأنما هي مسألة مستقلة عن ما يجري في إيران وعن ما يجري في سوريا وعن ما يجري في الخليج أو في اليمن أو عن ما يجري في تركيا احنا المساعد المتداخلة ومرتبطة يعني داعش هي أدهي قواعد في سوريا وكتدريب في تركيا وكتهمات إلى الدول الأخرى مسألة متشابكة فلا تأخذ الوضع السياسي عراقيا أنا عراقي صحيح ويهمني أن أنجح كشي مرحلي حالي وسريع هو في العراق لكن أيضا خلفية اتصال وتأثر الوضع السياسي العراقي في الوضع الأقليمي لا أنساه ويجب أن تعالج جزء من حل المشكلة نتحدث عن النظريات قبل قليلة تحدثت وشخصت حضرتك أنه ما ممكن أن يكون العراق بمعزل عن ما يدور اليوم في المنطقة نظرية بغداد مقابل للملف النووي الإيراني انتهت بعد ما حدث في اليمن إذا تحدثنا عن عاصفة الحزم لا أفهم بالمعادلات السياسية به الأسلوب ممكن أن تسهل لي السؤال حتى أفهمها كون نظرية بغداد؟ نظرية فيتاغورس أفهمها نظرية بغداد مقابل للملف النووي الإيراني هناك من يراهن أنه سيطرة طهران تغلغلها مقابل للملف النووي الإيراني مثلا إذا تحدثنا عن مفاوضات بين واشنطن وطهران أي فبالتالي يعني أنه من التفقوا أو إذا تفقوا أمريكا وإيران بغداد تكون في خبر كان يعني هل تقصد؟ هذا الموضوع في الحقيقة أشوف الدول بشكل عام تتصرف تخلي الأولوية مصلحتها قبل مصلحة الدول الأخرى وهذا حق الطبيعي كأنما يعني بالتالي أمريكا متتصرف مصلحة بلات المتحدة رقم واحد وشعب الأمريكي شي نعكس عن العراق هذا شيء آخر إيران كذلك أدام مشروعها الخاص وأدام أولوياتها فنعكس عن العراق فإذا لازم يكون العراقيين يفكرون بأولوياتهم وأيضا يفكرون بمصلحة العراق أولا السبب الأساسي في هذا الاضطراب كله هو عدم تفكير العراقيين بأولويات العراق العراقيين والساسة بشكل عام يفكرون وقسم من الشعر متأثر بأولويات دول أخرى وبالتالي انتهينا إلى هذا الموضوع يجب أن يكون هناك أولويات عراقية قبل كل شيء إذا صارت هاي شي تفقون إيران وأمريكا لازم يأخذون موافقة العراقيين المجتمعين لأنهم راح يفشلون الاتفاق يعني مثلا إذا إيران نفرض تفقوا أمريكا نفرض تفقوا أمريكا وإيران على الملف النووي وإيران صارت أقال وقالوا أحنا هاي بس مسائل مدنية وكذا وصناعية بس ملف نووي بالتالي تسمحون لهم أنه بغداد تصير عاصمة كما وصفت يعني مو قال واحد من الساس الإيراني لا تسمحون لهم هذا ما راح يتم إذا ما يوافق أبناء الشعب العراق الموجودين في بغداد فطبعا ليسا هم يموت نص مليون منهم يموت نص مليون لأخ إذا ما قبلهم تفهم؟ فبالتالي هو اللي يقوله الحقيقة لا أمريكا ولا إيران اللي يقوله سكان بغداد راح يقبلون إذا قبلوا تمشي الأمور إذا ما قبلوا خلاص وإن هو قل لك أنا ميت ميت فخل خلص يموت دفاعا عن بغداد مقلق لك الدور الإيراني في العراق؟ إرادة فهم وياهم يعني هم يشعرون بال يعني تدري كان أكو الحرب العراقية الإيرانية وإحنا عشنا بها فصار يعني اعتداء على الحقوق الإيرانية وهذه المسائل وهم كأنها ستفسروها انتقام يعني هذا التدخل الإيراني هو انتقام لهذا ما صار في الحرب والدليل كل الطيارين العراقيين يقتلون الضباط فلان 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 يقتل التكريت هي شنو فلشوه لأنه موقع القائد الجيش العراقي اللي كان اللي هو صدام حسين جاء هو وصار قائد فه هذه التأويلات يعني إيران أنا في تقديري ما استفادت كثير منها مجرد أن تحقق هذا الموضوع يعني صار بها خسارة اقتصادية وخسارة أرواح خسارة كثير من أبناء الشعب العراقي وأبناء الإيرانيين اللي جوي وقاتلوا في هذه الأمواكن وبالنتيجة زيان راح تنبني يعني حضارة في إيران راح تقدم بعدين يعني إذا هسه هما على فد وضعوا معي قد يكون مقبول ما يسعون إلى ارتفاع إلى تطوير إلى يعني زيادة مستوى معيشة الفرد الإيراني هو هكذا فيعني راد أن نتفاهموا إياهم يعني ليكونوا يعني بهذا التوجه اللي هو أشبه من توجه رد الفعل على شي سابق أكثر أن نتفاهم مع طهران من أنه عندنا مستشاريين عندنا دعم سياسي عندنا دعم عسكري إحنا يمكن الدولة الوحدة اللي وقفت للعراق بحربها ضد داعش بحسب رواية الحكومة هي طهران أنا أسألك فأنت مؤمن بهذا؟ حسنا أنت كعراقي وأحنا اثنين قاعدين أمام الشعب العراقي دا يبوع علينا أنا شخصين مؤمنين أنا وظيفتي أسأل وأيضا يعني جوابي إليك هو عبارة عن تساؤل فأنت أسألك بسفدك عراقي بغض النظر حسنا أنت صحفي إعلامي وأحنا ندوه في إطار إعلامي دا نطي رسائل للشعب العراقي يعني المسألة يعني ما تعرض بهذا الشكل والدليل للنتائج بسؤال أخير نعم من يهدد العراق برأيك اليوم؟ من هو الخطر الأكبر على البلد؟ كان والآن هو الخطر الأكبر وسيبقى الخطر الأكبر الفرقة بين أبناء الشعب العراقي طيب أنا أشكرك القيادة بإتلاف الوطنية دكتور علامك شكرا لك دكتور أهلا وسهلا وشكرا لكم مشاهدينا في أمان الله أهلا وسهلا يا محمد أهلا وسهلا أهلا وسهلا موسيقى 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 شكرا